اشتركوا في القناة 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 القصبة تتزاهر قصبة هي لهابلة الفرنسيس المدينة العربي هي لتعبة الفرنسيس إذن إنجوري أربان سعب إياس هذ من الناس اليوم اللي يخوف مهمش تحويش ذلك بربي عندي سين الجنوب اللي يحوص وتحول هذه المجمعات إلى نسأل دي مسؤالة سهلة نحن نعرف بعضنا طويل معناها نحن نعرف باش دخلت الواحد انت ما تعرفوش توانا هوني واحد في أقصى الجنوب يمكن جوريسك باش نتعدى ثلاثة أربعة من الناس باش نخلطلو معناها باش ندبر نمروه ولا ما معناها نعرفو بعضنا في تونس تلمحنا شوية والبلاد صغيرة وكل كاش نجميع عشش بيناتنا نجميعات لنا الحظ معناها بكل صراح الحظنا الشعبية موجودة فما ناس متعادفين معاهم فما معناها جزء فما فلوس شوف العملية هي شبكات معناها شبكات تهريب فما بارشة فلوس معناها يبدو الفلوس القاوم في بلعون معناها كميات ضخمة جدا معناها قاوم حوالات بري يعني هي شبكات شبكات تتهريب شبكات برشة فلوس وشبكات تتداخل بمخابرة أجنبية والمخابرة أجنبية توظف المجموعة هذه عندهم برشة فلوس وعندهم برشة ممكنيات وخاصة عندهم تجربة إذن أنا بارح جبت في نسمة جبت كتاب إذن إدارة توحش عندهم ديستراتيج شوف أكبر كذبة قاعدين نكتبون عليها وهو إذن الإرهاب هما ناس فقرة ومزمرين ومهمشين فلو كان الفقر مسؤول على المجموعات هم رأيهم أكبر تفريخ رأي الهند لأنه ماذا جهدين البرزيل ماذا هاش فهو برشة فقرة الافريك دوسون ما إنيا كسع مثلا فماش في النصر تككرين فماش في المنار تككرين إذن أولا هي مسألة ثقافة هي أولا في شديد الفكر التكفيري موجود في ثقافتنا وتكفير الإنسان في ثقافتنا سمح موجود إذن التهميش الفكري وعدم إذن المنظومة الفكرية متاعنا مزالة منظومة لم تعرف الحداث معناها القاعدة الفكرية الأرضية الفكرية موجودة لهذه الجماعات وخوفني سينيجي لا من خوفكش أنا بتفائل بالعكس بعد الكلام هذي الكل انت بازت بتفائل؟ متفائل 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 نشوف 60% من الفرنسيس كانوا يتعاملوا مع هتلر كانوا يتعاملوا مع هتلر يبدوا برشة وانسة كانوا يتعاملوا مع الفرنسيس أنا نقول قديش وما شماتل 1% الباقي التونسي الكوريسان معناها أنا بالنسبة لي أنا ربما ساعة نبدأ قاسي وكل شوف اه غدوة ممكن تصير عملية بعد غدوة تصير عملية هذا من الناس وليت عندهم امكانيات شوف راهوا على السهر في جندوبة يفولوا لير راهوا في نفس النهار جندوبة جبل الجلود بنزرت راهوا بنزرت مش نبورتو راهوا مع جنب أكبر قاعدة عسكرية تونسي وفما معناها ناس وصلوا باشي توجدوا إلى جنب أكبر قاعدة عسكرية تونسية باستخباراتها واحدة حدش مليون بارك اه منزلت مين معناها في نفس الوقت أربع عمليات نوعية واحدة بحزام ناسف واحدة بقنبلة واحدة منعرش نوه واحدة واحدة تنوع جغرافي اه تنوع بشري يبدو أن عملية جندوبة كانت محذرة اعترافات السوماري كانت محذرة يعني موجودة في البانوني المتحم ثم بزان منعرفوا ما ناس كل هذا اعترافات السوميلي كانت محذرة ويبدو ان محذرة في جريدة من الجراد وخاصة هذه القدرة على التنويع القدرة على التنويع العمليات رأوا شوف الناس مستتتصور معهم قال اليوم عندهم مرحلة شنوه غضو عندهم مرحلة شوف عملياتهم كم نوع على الغرد اه سيفريلي باليبسوم احنا نعرفوه معناها والناس هاده موش مبدعي خلاله منتصوروه ما عندهم مش يبداع برشة معناها كي تقرأ معناها المانيوان امتحهم على مكتوبة عام ثمانين هذك بهم يبدو بالاستخطاب مرحلة استخطاب الاحتطاب ثم مرحلة الانهاك ثم مرحلة الفوضى ثم مرحلة انا كي نسمح الناس برشة اصدقانا في التروكة الارهاب موجود في العالم ايه موجود انا نكره كلمة ارهاب بالنسبة لي انا تمرد مصالح هذه الناس عندهم مشروع دولة مشروع يقام الخلافة مشروع يتم مجتمع بديد وللأسف شديد مشروع في بعض احيان يتداخل مع ما يسمى الاسلام السياسي المدني ثم تداخل سيد ناجي جلولة الاستاذ والباحث في التاريخ الاسلامي راح بيك مرة اخرى اذا كان هذا السؤال الاول بعد شاهدش نحكيه على السياسة كم زال فم السياسة دي ما فم السياسة انضميت اليوم رسميا تم علان انضمامك الى حركة نيدا تونس ما صحيح هذا؟ صحيح صحيح؟ فبروك؟ نعيش نهانيوك ولا؟ انا بالنسبة لينا ممارسة سياسة في البلدان الاوروبية والبدان المتقدمة هي عمل يومي ممارسة سياسة ممارسة سياسة حاجة عادية كما يعمل السبور يعمل السياسة كنا نقرأ طلبة فراسة كنا نرسلها كنا نرسلها السياسة كنا نرسلها السياسة كنا نرسلها السباح والعشية والقائلة ترسم الحزب الجمهورى كنت ماشى للافق تونس؟ والله صحيح كنت ماشى للافق تونس لانها مجموعة متميزة مجموعة الشاب مجموعة عندها برنامج تموح الناس يحلموا ان نحب الناس تحلم ان نقبل كل شي نقعد وهي مجموعة صغيرة نعتبر انها مجموعة لها مستقبل سياسي كبير اما للاساب الشديد احنا ندخلين في مرحلة آنية صعيبة لان اليوم المطروح ماهيش برامج سياسية واقتصادية واجتماعي ثقبية المطروح هو حاليا نمط المجتمع نمط عيش اسكن حبوا المجتمع التونسي اللي بداناها من عهد تلاقى الثقافة اذا الفينيقية وثراحة الثقافة النمودية لانجيل ما تراشل هو خطاب خاسر هذا المرحلة الحملة الانتخابية الجاية نمط مجتمعي وهوية ونرجع عمر اخرى لنفس المربع لا ما نعتبرش اللي هو خاسر لان اه شوف انا اختصاصي تاريخ الحرب نعتبر انهذا اهزتنا ان تختار لشاندوقاء حنا بعل كانت كي برشا هزف ترانزيمان الرومان باحد ويد ود فينهم في ويد 6 3 باسين اهزتنا تختار المقاتلين متاعك شكون مشتقاتل وتختار الاسلحة متاعك ما كي بالي هزيتهم للمنطقة متاحة لهم هزونا بعد 14 هزود لشاند باتي انهذا هزتنا ونتكلم على الهوية احنا نتكلم نكتر منه هذا هو الحرب كانت الحملة الانتخابية وقتها كانت على الهوية والدين والموقع الدين في المجتمع واسلامة المجتمع بين ذفرين وهذا ضد وهذا معه هذا صراع صراع مرجعي في الحملة الانتخابية مش يكون هذا اما بأشكال اخرى بخطابة اخرى انا اقول لك حاجة انا نحضر في نصة نجيبولك بالنسبة لان تجربة النهضة هي بالضبط تجربة المحافظين الجدد في امريكا شو معناه بوش كانت تاخد تجربة بوش وتعرف معناها الرابط هي تجربة تركية وانا اعتبر النهضة اقرب لتجربة التركية من التجربة الاخوانية التقليدية شنو مشكلت المحافظين الجدد مع الدولة اليعقوبية كنت ولدت في الستي ناسيون وهو ازين الدولة معاش تقري الدولة معاش تداوي وتعويذ الدولة اليعقوبية كان مدد في اوروبا لتعب بروفيدانس بالجمعيات الخيرية بالكاريتاتيب بنوع ميناء وكذلك خلق مجتمع مدني وهذا كانت تقرأ معناها منظرين وهم قرب برشة لبعض خلاف ما تصوروه حركة النهضة تنهل ونهلا من ادبيات محافظين الجدد اذا توجد النهضة لا هي شريعة ولا هي خلافة وكل معون صدع يعملوا فيه جمعات السياسين النهضة هي شكل جديد تأسلم لتجربة محافظة الجدد في امريكا اذا التجربة هي دولة نقيدة لتجربة التونسية الاساسة حيث كانت دائما الدولة تلعب دورا محوريا اليوم الانجو هو الدولة ما بين تجربة التونسية وخاصة التجربة الروغرية أنا ولد عامل ولد دوري قريت في المكتب البريمير كنت ناكل بليش في الكرنتينا وسبعة سنين في اللنترنا بليش واربعة سنين بورري في الليش وخمسة سنين بورسي في فرنسا بليش التجربة للسانسور سوسيال البنات والدولة الوطنية خلت أنا ولد عامل نولي أستاذ جامعي ونقرأ في صوربون هذا اللي خلقت دخل نيدا تونس من لحواج خلت تونس وهو ان نيدا تونس نتصور مش يكون شعارنا وهو إعادة بناء المدرسة كمصعد اجتماعي وهذا النهضة ماشي في برنامجها البرنامج الثاني وهو الدولة تحبوا لا تكره نحن في تونس في التجربة رغم المشاكل الكل كان عنا سيستام دو سانتي ببليك حتى السنوات الثمانين من أحسن ما في الأفريق نحن قضينا على البوليو وقضينا على الرماتيو إذا المدرسة ثم كذلك سات بوليتيك فولونتاريستوان سواهن أكبر منك امتاز سكن الاجتماعي أنا كنشوف الحياة الشعبية لتبنى دفعات بورجيبة تبنى الموظفين الصغر ماذا سيستام وتشوف معناها أحزيمة الفقر والبؤس حول المدن نقول ألا الاختيارات التي تصارت في عد من علي الولتراليبرال كانت كارثية أنا بالنسبة ليانا البرنامج الاختصاطي لا يختلفوا هو مشروع الليبرالي متوحش حتى حتى أوباما تخلص عليه اسمح لي سيسي نجل ومعني كنت تعطيتك كل ترحة ذاكرة وتوانتو لا يجب أن تأتيوا معنا الشخصيات وقلت فيما أسماء أخرى حتى عندها إشعاع وعرفت باستقلالياتها الحزبية ستنضم ربما في المستقبل لنيداء تونس اختياركم لنيداء تونس هذا كيف يستمر أولا لنيداء تونس ليس مركاتو ليس مركاتو ليس مركاتو ليس مركاتو ليس مركاتو بمبرشة حزاب بكتكات ثم مزوزة تجاهات فكرية سياسية لنيداء تونس بما فيه نداء تونس هو مشروع حزب يلاحظ الآن يفتقد إلى ما نسميها الديولوجيا لا يجب أن تكون مركسية أو الديولوجيا لا نملك بالتكنوكرات لا نملك بالتكنوكرات أنا تكنوكرات لدي برشة لا نملك بالتكنوكرات لا نملك بالتكنوكرات لا نجب أن يكون حزب مفيفة لا نجب أن تكون مركسي النجب أن يكون إسلامي obraكم لا نهم ما ن nouns تقوم باغم Getrac Lambda حتى تعني لا نظار مهما فكرية ما قلت ذلك لينين ماركسي ليني بارغماتيك اعمل لناب وقال الخطوة التالية باش نقفز القدر مش بذرور لكم معناه شوف فماش فمعنا معندوش ديولوجيا راهو الديولوجيا فمش كن عندو مشفيق بيها معانيها فمبرش عندو مشفيق بيهم فمبرش ناس هم احنا التوانسة معناها فمت ما فيق بالسكر كان ممشايا ليه الديولوجيا راهو احنا عنا فكرة الديولوجيا ماركسية الديولوجيا هي موقف فكري معناها ماذا لن سمحني صديقي حمى والكل خلاصي وفكر وخلاصي قريب الفكر معناها في التوجه الخلاصي قريب الفكر الديني تعرف ما نورجي جاروديش يقولك اكبر ثورة روحية في تاريخ البشرية ثورة روسية تعملت في مجتمع متدين والروس معناها بماركسيين ومتدينين هذاكش كنيسة رجل تخاطب لستطا اذا شوف ما بين الفكر وما بين بكل نعاني الديولوجيا ندى تونس سيفري ينطلق على اقل المؤسم وينطلق من تورا في بورجيب ما بورجيب انا نعرف لا تعرفوش بورجيب اليوم كيفاش لو سوكل بويت بورجيب لا تعرفوش بورجيب انا نقرق في الشباب فكرة الخلافة اقرب للشباب بالعمر وعشرين عام لها فكرة بورجيب ما بلد صغيرة مسكرة وخدودها متضرش بكارة ورور كل اخر شباب وخلافة ورمبو مسلم وباندي في اسطنبون يمكن أن تتظهر هل كيف حدود رمبو؟ رمبو مسلم بالذي أن الرمبو انتم مسلمين وهم باندي انتم مسلمين هذا كرمبو وفكرة رمبو وستمونة فيرتوال السلفية ويتدين السلفية والتدين شخصي له مالكي له سني لم أعد شيء حدثة في السلفية سموديرن السلفية رسمي انا عملت عين على عشرين ألف مسلمين يعتقدون المسيحيين يعتقدون المسيحيين يعتقدون السلفية المسيحية وكل الكاتوليك والبرتستان يعتقدون السلام يعتقدون الملكيين على خاطر فكرة التدين الثقافي المذهبين طيار المسلمين انتهى تاريخيا لأنه تدين ثقافي في حين السلفية عندها مستقبل فكرة التدين الثقافي المجتمع الدموك تصور مجموعات السلفية قادر على التطور في المجتمع الدموكرا رجعنا نيدا تونس نيدا تونس نيدا تونس نيدا تونس البردانسوك المشروع البرجيبي مقتنع بالمشروع او ماشي له هزم حركتنا لا 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 انا مشكلة من الانتخابات ومشكلة من الانتخابات الخاطر انا متحق الفلاو ايدياتونس مشروح انتخابات معناه سيت يونفيريتي للاباليس مشكلة ايدياتونس ببعض انتخابات ما هي المشكلة؟ بنا حزب كبير سوسيال ديموكرات عنده مشروع مشكلة ايدياتونس ليس بعد انتخابات مشكلة ايدياتونس ليس بعد انتخابات هل في صورة الفوز؟ ايدياتونس حاليا كم الجبهة لا يناهز نبا انكور بري مشكلة ايدياتونس بعد انتخابات يبني حزب يتواصل مئة عام و خمسين عام كم الحزب الجمهوري ولا الحزب معناه الديمقراطي هذي كالمرحلة متى المفاق في الدخل القيادات اللي فيها اليوم ولا الركيوتمان بوسيبل اللي مازالوا جايين في الحزب معناها هالاسماء هذي الكل اللي موجودة في حزب واحد و فماش حتى طريقة حتى اليوم طريقة ربما بين ذفرين معناها ديمقراطية ولا بالاقتراع ولا غيره اللي تنجم تواصل واحد انه يكونوا زيروا الاخر ليك فش بش تفصل انا انا نتصور شو في دي ادلا بلاس بورتو الموت اولا دي ادلا بلاس بورتو الموت انا شوف دي ما نقول كنت حزب جمهوري قلت مشكوة الحزب التونسية اني بات كارير بوليتيك انا انا نشوت في حزب فرنسا تفصل للاس بورتو الموت من امام الحزب انه يكون رجل تحزب معناها انه بالطبع هناك الناس مينجم 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 كن دي بيوتا وواحد مينجم كن وزير وواحد مينجم كن قونسل معناها تسليس القرص لان يفوقوا الجنر ونحن هذه معناها في تونس في حد حزب سوف باتتر فالنهر عندهم يكومونس اسبيسياليزي يعملوا استفتاء بش يقروا ويأخرو المؤتمر متاحه او لا ؟ نشور هو حزب داخله ديمقراطية اما ببيعش في الدمقراطية وداخله ديمقراطية حزب الفاشي داخله ديمقراطية روى لخاطر الجماعيات المنغلقة داخله ديمقراطية اما اشتت بيع في الفكرة ديمقراطية ستسلسة تول بروبليم اما انه هذا تسيره ديمقراطي بكل تاكيد بانسور فمزعيم روى اما داخله ديمقراطية ثم حزب عنده تقليد وحزب ينصح فيه ناس به لان هذا الحزب كله اختصاصين اتراك والاتراك عندهم تجربة خمسين عام في موتي بارتيت مو بليزير نعرفه هم عجبة مو بليزير برا اخفه هنت تشوف انا لزاكسبير تورك وهم يقولوش والنهضة ماشية للتجربة التوركية انا اعتبر حزب النهضة قريب ياسر الحزب اردوغا يعني من ناحية اذا هالمشروع الهو والنهضة انا بالنسبة لعيانه مش النهضة يزم النهضة نعاونوها باش تولي انها تحب تولي حزب محافظ نعم ونشوف دوره كيما الحزب الشوعي الفرنساوي ديما في المعارضة ديما شدنا يقولو محكمش لانه ميزال منظش للحكم قتل المرعد يقول لم تنظش اوربيين حزب من عام ثمانين مزال منظش للحكم وحزب نيدا تونس تعمل بارح هذا اليوم الحكم ومش يكتسح حزب شعور تونسي من عام عشرين ونتو منظش للحكم وفهم ناس وفهم ناس فهم مواطن تونسي يخلصتين منظش العرس وكي عرس يواني غير مسؤول راو النارنج يخلص نارنج يخلص ديما نارنج فنهذا الى الام لم تنظش للحكم وهذا حقيق الكوارثة العملها في عامين تمت مع ملاحات حزب في تاريخ تونس شكرا سيد ناجي جلول بركة لو فيك هتكساح على حذورك معنا وحكينا شوي على انضمام وحركات نداء تونس